اعلان التمرد المسلح الذي اطلقه قائد جماعة فاغنر على الجيش الروسي لم يكن الا نتاج عوامل احتقان سابقة بين قوات فاغنر وقيادة الجيش الروسي حديث تكشفه صحف غربية اذ خاض بريغوجين صراعا للسلطة مع قيادة الجيش الروسي يعتبر قائد فاغنر احد المقربين من بوتين ويوصف في وسائل الاعلام الغربية بطباخ الرئيس الروسي بعدما ظهر في احدى المناسبات وهو يقدم طبقا لبوتين الا انه منذ اشهر عدة اتهم قائد فاغنر قوات الجيش الروسي بقتل عناصره شرق اوكرانيا كما اتهم كبر الضباط بعدم تجهيز قواته من العتاد الى ان وصلت الاتهامات بشن الجيش الروسي ضربات على معسكرة فاغنر وبعد ان بات مشهد ساحة الحرب في الداخل الروسي لم تتوقف موسكو مكتوفة الايدي معلنة على لسان رئيسها فلاديمير بوتين اعلان حالة مكافحة الارهاب والتصدي لقوات فاغنر بتوجيه الجيش الروسي سحق مدرعاتها والياتها وعناصرها التي اعلنت توجهها من روستوف نحو موسكو وبعد ساعات من اعلان مجموعة فاغنر التمرد المسلح صرحت سيطرته على مواقع عسكرية في روستوف الواقع جنوب روسيا ثم اكد سيطرة قواته على المقر العام من دون اطلاق رصاصة واحدة السلطات الروسية عززت الاجراءات الامنية في موسكو وفي عدة مناطق مثل روستوف وليبيتسك بوتين حذر من التهديد القاتل وخطر الحرب الاهلية الذين يمثلهما قائد مجموعة فاغنر بتمرده على القيادة الروسية وحث البلاد على الوحدة واصفا ما فعله قائد فاغنر بخيانة عظمى وعلى الفور تحركت وزارة الدفاع الامريكي البنتاجون لعقد اجتماعات مفتوحة لمتابعة التطورات الخطيرة في روسيا من جهاتها عقدت الحكومة البريطانية اجتماع كوبرا لمناقشة الوضع المتطور في روسيا بالاضافة لركوب اوكرانيا موج الفوضى في الداخل الروسي بتصريحات عبرت فيها عن ضعف القوات الروسية بعد ان تكشفت اوراقها على يد قوات فاغنر على حد قول رئيسها زيلنسكي لكن على الجهة المقابلة اعلن رئيس القوات الشيشانية دعمه الكامل للجيش الروسي في مواجهة فاغنر بتحرك قواته نحو رستوف لمواجهة التمرد المسلح تماما كما اعلنت دول موقفها مثل ايران التي دعمت سيادة القانون في موسكو كذلك فعلت تركيا الخارجية الروسية حذرت من استغلال الغرب لازمة فاغنر مؤكدة ان العالم سيكون على شفى كارثة في حال سقوط اسلحة نووية في يد ما وصفتهم بقطاع الطرق سيناريوهات متوقعة من بينها السيناريو الانقلاب الذي وصفته تقارير روسية ودولية موالية لموسكو بخطة معقدة وضعتها قوات فاغنر على مدار ايام لاقتحام مقر عسكرية داخل روسيا والتحرك نحو موسكو تقول بعض الروايات ان جناح حسان بوترسبرغ في هرم السلطة بقيادة بوتين وزعيم فاغنر يحاول اقصاء جناح موسكو بقيادة وزير الدفاع سيرجي شويغو لكن هذه الرواية بدت ضعيفة للغاية بعد ان وجه الرئيس الروسي اتهامات الخيانة لبريغوجين وانتقاد الاخير للرئاسة اما السيناريو الثالث وهو ان التمرد فاغنر بدأ بشكل عفوي وكنتيجة للصدام بين المجموعة ووزارة الدفاع منذ اشهر والتي بدأت باتهام زعيم المجموعة للوزارة بعدم توفير الذخيرة لجنوده ثم بعدم الكفاءة لكن القيادة الروسية وجدت في التمرد بعد بدايته العفوية فرصة مواتية لتصعيد واسع على الجبهة الاوكرانية كرد على الضغوط الداخلية ويبقى فصل التمرد المسلح الذي اشعلته قوات فاغنر مثار قلق روسي دولي لا يعرف كيف سيكون بيضة القبان في معادلة الحرب الروسية على اوكرانيا سواء في اخمادها او في اشعال ازمة عالمية جديدة جديدة